في سماء المجد كانوا كالنجوم اللامعات وبنور الحق سادوا في البلاد الشاسعات للورى كانوا مثالا يقتدا في المكرمات كيف رباهم رسول الله خير التربيات سيرة المختار ملآ بالدروس النافعات فتزود من جناها في مسيرات الحياة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين أهلا وسهلا بالأحبة الكرام يا مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش جميعا مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين أيها المباركون كيف رباهم صلى الله عليه وآله وصحبه هو سلسلتنا المباركة ولقاؤنا في هذه الأمسية سيكون مع نوع راق رائع من تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام ذلك هو تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه على معرفة أقدار الناس وإن زال الناس منازلهم ومعرفة لأهل الفضل فضلهم ولأهل السابقة سابقتهم لقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا أن يغلس في أصحابه الكرام أن أصحاب الفضل أن أصحاب المنزلة أن أصحاب المكانة لا بد أن يعرف قدرهم وأن تعرف مكانتهم فلا يمكن أن يكون الناس سواسية لا سيما في هذا الأمر فمن سبق إلى الإسلام ليس كمن تأخر إسلامه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوي من خاض غمار بدر لا يستوي من خاض غمار بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول جولة من جولات الإسلام الرائعة في مواجهة الكفر وأهله مع من جاء في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي من أخرج ماله كله لله تبارك وتعالى مع من لم يخرج من ماله شيئا أو ربما أخرج شيئا يسيرا بل لا يستوي من شاب في الإسلام مع شاب ما زال في مقتبل عمره هذا المبدأ هذه التربية هذه الخصلة الرائعة كان يغرسها عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه فهيا حلم بكم وهيا وإياكم لنعيش مع أنموذج من نماذج السيرة النبوية التي من خلاله كان يربي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك لما هم عليه الصلاة والسلام للخروج لفتح مكة عم عليه الصلاة والسلام الأمر وأخفاه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر مفاجأة وأخذ عليه الصلاة والسلام يستعد وأمر بكتمان الخبر أمر الصحابة علم الصحابة بالخبر لكنه أمرهم بكتمانه أحد الصحابة يقال له حاطب ابن بلتعه رضي الله عنه وأرضاه ما كان منه إلا أن كتب كتابا مفاد هذا الكتاب إخبار القرشيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر غزو مكة لا شك أن هذا الأمر يعتبر خيانة واضحة لله ولرسوله وللمؤمنين وفيه كشف لأسرار الأمة التي يجب أن تخفى ولا تظهر للأعداء بأي حال من الأحوال لكن حاطب رضي الله عنه وأرضاه وقع في هذا الأمر أخذ الخطاب وأعطاه امرأة ثم أمرها أن توصله إلى سادات قريش انطلقت المرأة وخرجت نزل الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب رضي الله عنه أمر عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا آخر معه أن يسرعا إلى هذه المرأة بل وتأمل يحدد لهما عليه الصلاة والسلام مكان وجودها مكان وجودها فيقول عليه الصلاة والسلام لهما انطلقا إلى روضة خاخ مكان بين المدينة وبين مكة انطلقا إلى روضة خاخ ستجدون ضعينة امرأة معها رسالة ايتوني بها وبالرسالة طلق علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه وصلا إلى هذه المرأة وجداها حيث أخبرهما عليه الصلاة والسلام بوجودها أمرها علي رضي الله عنه وأرضاه أن تعطيه الكتاب فامتنعت بل وأنكرت وقالت ليس معي شيء فشدد عليها رضي الله عنه حتى قال لها كما في بعض الروايات لتخرجنا الكتاب أو لنخلعنا الثياب عملية تفتيش كاملة فلما أحست بالضغط أخرجته من عقيصتها من ضفيرتها من خلال شعرها وأعطته إلى علي فاقتادها علي رضي الله عنه وأرضاه ومعها الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الكتاب فقرأه عليه الصلاة والسلام خيانة واضحة من حاطب كشف للأسرار التي يجب ألا تكشف لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف أولا قدر حاطب ومن يكون وسنذكره بعد قليل ثانيا لا يمكن كما تعلمنا من منهجه عليه الصلاة والسلام أن يحكم على شخص بحكم حتى يسمع منه عذره إن كان له من عذر يعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام وتأمل يا من تلقى إليك الأخبار وتنقل إليك المعلومات بل وربما يصلك ما هو شبه مؤكد عن شخص ما إياك أن تبادر بالحكم إلا بعد السؤال استدعى عليه الصلاة والسلام حاطب فقال له عليه الصلاة والسلام لما فعلت ذلك وهذا السؤال هو الذي يجب أن نبادر به أنا وأنت في كل موقف من المواقف التي ينقل فيها إلينا أو يصل فيها إلينا أي أمر من الأمور تجاه أو مع شخص من الأشخاص لما فعلت ذلك لما قلت ذلك قال رضي الله عنه وأرضاه قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام أنا لست بكافر وحاشى أن أرضى بالكفر بدل أن أكرمني الله عز وجل بالإسلام والله يا رسول الله ما فعلت ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام ولكن لأهل زوجة وولد ومال في مكة فأردت أن أتخذ عندهم يدا أريد أن يكون لي عندهم معروف قدمته عند المكيين أريد أن أقدم لهم معروفا وهذا المعروف يكون كالفضل كالمكان لي عندهم أستطيع به أن أحمي زوجتي وأن أحمي أولادي وأن أحمي أموالي قام عمر بن الخطاب وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر لا تدري لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله أكبر اسمع أيها المبارك اسمع أيها المؤمن وأنت أيها المؤمنة أكرم الله عز وجل البدريين أولئك الذين خاضوا غمار بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الله عليهم وغفر سبحانه وعز وجل لهم جميعا فمهما كان من العمل بعد بدر مهما كان حتى وإن وصل إلى هذه الرطبة التي ذكرناها هذه الخيانة التي وقع فيها فقد غفر الله تبارك وتعالى لهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بهذا عرف عليه الصلاة والسلام عمر بل وغير عمر بل والأمة جمعا من بعد عمر من هم أهل بدر وعمر منهم بل وبهذا غرس عليه الصلاة والسلام في نفوسهم وهو ما نريد أن نغرسه في نفوسنا وهو أن يعرف لأهل القدر قدرهم حتى وإن رأيت في يوم من الأيام ما لا يعجبك أو سمعت ما لا يسرك أو بلغك أمرا قد يكون صدقا أو فيه ما فيه فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث لا تدري لعل هذا الذي أمامك الذي وقع فيما تراه أنت محذورا لا تدري لعل الله عز وجل قد كتبه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض لا تدري لعل الله عز وجل قد كتب له رضوانه فوالله لا يسخط عليه بعده أبدا وهو ما زال على هذه الأرض فضل الله واسع ورحمته عظيمة فأنزلوا الناس منازلهم وقدروا الناس قدرهم وقد قال عليه الصلاة والسلام أكيلوا ذوي العثرات عثراتهم أكيلوا ذوي العثرات حتى لو وقع شخص من أهل المكانة والمنزلة في هفوة في زلة فإن ما له من السابقة ما له من المكانة ما له من المنزلة يجب أن يكون طريقا إلى تقديره وإلى إزاحة وإزالة والتغاضي عما وقع فيه وفقا الله وإياكم للتربية الصالحة المباركة آمين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر نلقاكم إن شاء الله في سماء المجد كانوا كالنجوم اللامعات وبنور الحق سادوا في البلاد الشاسعات للورا كانوا مثالا يقتدا في المكرمات كيف رباهم رسول الله خير التربيات سيرة المختار ملقا بالدروس النافعات فتزود من جناها في مسيرات الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر